فلقد قام الدار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر الصوم ذلكم الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وامتثالا للأمر الإلهي بوجوب الصوم عند شهود شهر رمضان وذلك في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحري رؤية هلال هذا الشهر بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شهر شعبان حيث قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وتنفيذا لهذا الأمر الشرعي استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام ألف واربعمائة وأربعة وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألف واربعمائة وأربعة وأربعين من الهجرة الموافق الواحد والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وثلاثة وعشرين من الميلاد وذلك بواسطة اللجان الشرعية واللجان العلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة تحقق لدينا عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربع الموافق الثاني والعشرين من شهر مارس لعام 2023 من الميلاد هو المتمم لشهر شعبان لعام 1444 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك يكون يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس لعام 2023 من الميلاد هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 من الهجرة وبهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ونتمنى لسيادته دوام الصحة والعافية والتوفيق كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة بالأمن والأمان والسلم والسلام واليمن والخير والبركات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته